بيبدأ الفيلم بالزابط جون وصديقه تون وبيكونوا في مهمة قبضة على مجرم خطير اسمه روج وساعتها بيلاقي جون نوع رصاص على الارض محدش بيستخدمه غير روج ومرة واحدة روج بيدرب جون رصاصة في كتفه وبيتوقعوا على الارض وبيروح عشان يخلص عليه بس تون بيظهر في الوقت المناسب وبيضرب روج طلقات رصاص كتير ورا بعض حد ما وقعوا في البحر وبيسألوا جون لو كان متأكد انه مات لان المشرحة بتكون مليانة ناس الشرطة لقيت جسد روج ولا لأ وبيفاهمه تون ان الشرطة بقالها تلات يام بتدور عليه في البحر وما لقيتش حاجة واكيد جسده تحللته السمكالها وبيكون تون وعيلته مستنين جون وعيلته عشان عاز بينهم على الغداء وفجأة بنشوف واحد لابس قناع داخل يتهجم على بيت تون وبيقتل مراته وبنته قدام عينه وبعد كده بيخلص على تون وبيولع في البيت ولما جون وصل بيت صاحبه لقى تلات جسس والشرطة موجودة في كل مكان فانهار من الصدمة وشاف على الارض نفس نوع الرصاص اللي روج بيستخدمه في الاكل وبعد تلات سنين بيدخل روج مال هلالي وبيكون مكان بتتجمع فيه عصابة الياكوزة ولما الحرس رفضوا انه يدخل طلع من جيبه كارت ودبحهم به وبتسمع العصابة بعد كده صدر بنار وبيبعته واحد عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل بس ما بيرجعش وتوتروا جدا وبعتوا كلبين عشان يهجموا عليه بس كلب منهم بيرجع للعصابة وبيكون ملفوف حوالين رئابته قوم بلا وبتنفجر في ساعتها وبعدها بيدخل روج على رئيس العصابة وبيقتله بيروح جون في نفس اليوم عشان يحقق في الجريمة اللي حصلت وبيلاقي واحد بس اللي عايش من افراد العصابة وبيتكلم معاه وبيحاول يهدده بالعنف انه يعترف باي حاجة حصلت بس كل اللي قالوا انه عاوز يموت قبل ما الراجل ده يرجع تاني وساعتها بيلاقي جون على الارض نفس نوع الرصاص اللي روج بيستخدمه بعد كده بيروح جون المكتب وبيتصل بمراته في البيت وبيبلغها انه لقى المجرم اللي قتل توم واخيرا هيعرف يوصله وينتقم منه وبيروح بعدها اجتماع مع بقية المحققين وبيعرفهم على زابط جديد اسمه جوي هيشتغل معاهم من النهاردة وبيبدأ جون يوزع ورق على كل الفريق وبيعرفهم ان روج بيغير وشه كل ست شهور وبيكون في الورق كل الصور اللي روج انتحل شخصيتها وبتسأل واحدة من المحققين ايه اللي خلك متأكد ان دي رصاصة روج مش حد تاني وبيأكد لها ان بصمته مطابقة لبصمات الرصاص اللي قتل بيه صاحبه من ثلاث سنين وانه شايف انه غير ولاءه لعصابة الياكوزة عشان كده خلص عليهم وبيعرفهم ان في رئيس عصابة في اليابان اسمه شيرو وهو اللي بيدي كل التعليمات للياكوزة ومن ثلاثين سنة اتى العيلة كاملة لرئيس عصابة اسمه تشانج وبيكون تشانج عايش في امريكا وفي خلال الثلاثين سنة دول بيبيع شيرو كل مراسة تشانج للمتاحف وكل اللي اتبقى تمسالين على شكل حصان والفترة دي بيدور على مشتري ليهم واتكون دي فرستهم للأبض على روج لانه اكيد هيروح لشيرو بنفسه علشان يخلص عليه وفعلا بيروح روج لبيت تشانج وبيشكره تشانج انه قتل عصابة اليكوزة اللي كانوا السبب في متعلته وسرق مراسه كله وبعوه وبيعرفوا انه اخيرا ممكن يستعيد مراسه وحقه تاني لكن بيسأله بعدها ليه ممكن اصق فيك وانت خنت الرئيس بتاعك وفي احتمال انك تخني انا كمان وبيعرفوا روج انه مالوش رئيس وبيقوله ان هبقى على تواصل معاك ولو حصل جديد هبلغك وبيكون شيرو ساعتها في اليابان وبيتمرم مع واحد من رجالته بالسيف وفجأة بيتشتت انتباهه فبيقطع هدوم المنافسة اللي بيلعب معاه وبعدها بيفضل يعتذر ليشيرو بس هو مش بيقبل اعتذاره وبيقطع لودانه بالسيف وبيروح لبنته كيرا وبيطلب منها تسافر امريكا عشان تبيع اللح سنة لكن كيرا بتطلب منه يقمر حد من رجالته هناك يشرف على البيع فبيقولها انه مش وصل في حد غيرها عشان الخوانة حواليه بقوا كتير في نفس اليوم بالليل بيروح جون الحي الصيني لواحد صاحبه اسمه بني اللي بيكون عامل فيدرالي متخفي في صورة مدرب مصرعة وبيوري له صور كل جراحين التجميل اللي روج اتعامل معاهم وبيبقوا ماتوا بطرق بشعة معادة واحد بس لسه موجود في دولة بنما واول ما يعرف عنه اي معلومات هيبلغوا على طول وبيقول له على الرجل اللي بيصنع رصاصات التايتينيوم لتاعت روج وبيديله عنوانه وبيجي وقت تهريب الاحسنة وبيروح روج ورجالة تشانج المكان عملية التهريب اللي بيكون موجود فيها رجالة شيرو وبيتكلم روج مع واحد من الاخوان تي اللي كلفهم تشانج انهم يبقوا مع روج دايما ويرقبوه وبيدي زرفي فيه فلوس بيروح يسلمها للزابط إلا يخلص على رجالة شيرو وفجأة الشرطة بتوقف رجالة شيرو وبتطلب منهم يقفوا قدام باب حديد ويرفعوا قديهم وبعدها بيطلعوا مدفع رشاشة وبيقتلوهم كلهم وبنكتشف ان روج هو اللي مخطط لكل ده وبنعرف ان دي عصابة طبع تشانج وسارين عربيات شرطة ومنتحلين شخصياتهم عشان يهربوا فيها الاحسنة وبعد كده بيبعت تشانج منت جميلة بشنطة فيها فلوس لروج بيشكروا فيها على نجاح العملية وفي نفس اليوم بيروح جون مع باقي الفريق لمكان العملية وبيقولهم ان ما فيش غير سبب واحد منطقي يخلي العصابة توقف عملية التهريب ويتقتلوا كلهم الا لو عربية شرطة هي اللي وقفتهم وبيروح جون مطعم بيكون قاعد فيه شرطة مرتشي وبنعرف انه من عصابة تشانج وبيدخل عليه ويدربه وياخده للحمام وبيقفل الباب على رقابته وبيهدده يعترف مين اللي وراه بس الشرطة بيعترف انه هو اضطر يعمل كده علشان تشانج هدده انه هيقتل ابنه ومراته وبياخده جون هو والشرطة اللي معاه ويطلعوا برا المطعم وفجأة بتيجي رصاصة في كتف الزابط المرتشي ده وبيقع على الارض ومصدر الرصاصة من فوق السطح وبيكون روج هو اللي حاول يقتله وبيطلع جون وراه عشان يلحقه بس بيكون روج اسرع منه وبيقدر يهرب منه بصعوبة والزابط المرتشي بيهرب من الشرطة هو كمان وبعدها بتيجي مكلمة لجون وهو في العربية من روج بس كان مغير صوته علشان جون ما يتعرفش عليه وبيقوله لو عاوز تاخد اللحصنة قابلني في المستودع بتاعة شانج بعد ساعة وبيروح جون هناك وبيلاقيت شانج ورجالته وقفين وبيطلب منهم يفتحوا المخزن ولما بيفتحوه بيلقوا روج واقف لوحده ومش معاه اسلحة وعمل نفسه جواز صفر جديد ومسمي نفسه فيكتور وساعتها جون بيقوله انت ممكن تخلي جرحين التجميل يغيره كل حاجة فيك مع دعينك مش قادر انسى شكلها بقالي 3 سنين وبيتعصب عليه عشان يعترف على نفسه لكن بيجي زميل جون وبيحاول يهديه وبيفهمه ان حتى لو ده روج احنا ما عندناش حاجة نمسكها عليه ومش هنعرف نقبض عليه غير لما يكون متلبس وساعتها جون بيتدايق جدا لانه اخيرا بعد ما وصل للمجرم ما عرفش يقبض عليه لكن بيصوره على موبايله قبل ما يمشي عشان لو عمل جراح التجميل تاني يقدر يعرفه وبعد كده بيروح تشانجل روج وبيقترح عليه انه يفضل في بيته الفترة دي لان الشرطة الفيدرالية هتفضل مرقباهم دايما وفي نفس اليوم بالليل بيروح روج بالموتسكل بتاعه ولابس لبس عصابة الياكوزة وبيقف قدام عصابة بيكون واقف معاهم واحد من الاخوين تي اسمه تي تو وحاول يستفزه لحد ما كلهم طلعوا يجلوا وراه ويدر يستدرج تي تو في مكان هادي وغرز السفة قلبه وقال له انت خاين وبتوصل بعد كده الشرطة مكان الجريمة دي وبيفهم جوني انهم بدأوا الحرب خلاص وبعد كده بنشوف الاخ تي وان وهو متعصب وبيتكلم مع تشانج وبيقوله انا لازم انتقم من اللي قاتله اخويا لكن تشانج فهمه انه ماينفعش يتصرف دلوقتي عشان الشرطة بيترعبهم وكانوا الاتنين ساعتها مش عارفين مين اللي قاتل تي تو وبعد كده بنروح لمنطقة سايو تي هاوس واللي بتكون مكان تجمع عصابة الياكوزة بالشرطة بتبقى امرأبة واحد اسمه تاكادة بيكون مسؤول عن عمليات الياكوزة في امريكا وبنشوف بعدها عربيات كتير نزلين منها رجالة مسلحين تبع تشانج وبيدخلوا على تاكادة ورجالته وبيخلصوا عليهم كلهم وبيوصل جون بعد ما رجالة تشانج مشت وبيدخل وبيلاقي تاكادة لسه عايش وبيرفع المسدس وبيصوبوا نحية جون عشان يقتله بس المسدس بيكون فاضي وبيحاول يمدي ايده ويجيب مسدس تاني بس جون بيمسك السف وبيحطه في ايده وبعدها بيطلع المسدس من جيبه وبيخلص عليه وتاني يوم بتروح كيرا لروج وبتعرفوا ان ابوها مبسوط منه جدا لانك نفست كل اللي طلبه منك بس هو لسه محتاج منك طلب اخير واستغرب روج من كلامها وعرفها انه هيئت لتشانج وبكده العملية بتاعته مش هتتنفذ وده كان اتفاقه مع شيرو وهنا بنكتشف ان روج بيشتغل مع شيرو وتشانج وبيتعامل مع كل واحد فيهم على انه معاه وبيشتغل لحسابه لكن الحقيقة انه مش بيشتغل غير لحساب نفسه ومش فارق معه غير مصلحته وساعتها كيرا قالت له ان شيرو عاوز راس الطفلة ومراته وفهمته ان الموضوع مش صعب عليه لانه بيقتل النساء والاطفال دايما وفكرته بقتل توم ومراته وبنته وجابت له تلاتة من الحراس بتاعها وقالت له دول هيساعدوك في المهمة بتاعتك وساعتها روج تردد وسألها ايه اللي هيحصل لو رفض وهنا كيرا طلعت سكينة من جبها بسرعة وحطتها على رقابته بس هو كان اسرع منها وخد السكينة من ايديها وبعدها ادهالها تاني وعرفها انها لو حاولت تقتله مرة تانية فساعتها هيقتلها وتاني يوم بيكون جون في بيته وبيتجيله مكالمة من صديقه بني بيبلغوا انه لقى جراح التجميل بتاع روج وبيروحوا للدكتور ده وبيحاولوا يستجوبوه وبيقولهم انه كان بياخد تكليفات من حكومة الولايات المتحدة انه يعمل لروج عمليات تجميل كتير ايام ما كان بيشتغل مع المخابرات المركزية وعرفهم ان روج جاله من 3 سنين ووشه كان شبه مقطوع وهو حاول يحسنه بكل الطرق لحد ما عمل الوش اللي هو شايفه به النهاردة وبيطلب جون من الدكتور انه يلم هدومه وييجي معاه عشان هو في خطر حاليا وممكن روج يوصل لمكانه بسهولة مادام هم عرفوا يوصلوله وفي الوقت ده بيكون تشانج قاعد في مكتبه وبيدخل عليه تي وان وهو مصوب المسدس عليه وبيقوله اديني سبب واحد ما يخلنيش اقتلك وفاهمه انه كان بيسق فيه لكن اخوه مات بسببه وبينفع تشانج المسدس ناحية تي وان بس هو بيصيبه رصاصة في بطنه وبيدخل عليهم روج فجأة وبيدخل في قتال مع تي وان لحد ما بيوقعوا على الارض وبيمسك تشانج المسدس وبيضرب تي وان وبيقتله وبعدها بيقول لروج انه كان بيسق فيه ومعتبره صاحبه الوحيد فبيرد عليه روج وبيقوله عندك حق هو فعلا كان صاحبك الوحيد وبيرفع المسدس وبيصوبه على تشانج وبيقتله في ساعتها وبيروح روج قدت مرات تشانج وبنته عشان يقتلهم زي ما اتفق مع كيرة بنت شيرو وبيقتل الحارس اللي قدام الباب بتاع قدتهم وبيدخل عليهم بيلائي مرات تشانج وبنته وقاعدين على الارض وبيوجه المسدس ناحيتهم وبيقتلهم وبيخرج برى الاصر وساعتها بتكون العصابة بتاعت شيرو مستنيها وبيسألوا واحد فيهم لو كان قتل مرات تشانج وبنته وبيعرفهم روج انه قتلهم وساعتها واحد من العصابة بيفاهمه انه هيدخل عشان يجيب راس البنت والام زي ما شيرو طلب وبيقول له روج انه هو اللي قتلهم يبقى هو اللي هيقتع راسهم وبياخد منه السيف وبيبدأ يدبح في العصابة واحد وراء تاني لحد ما بيخلص عليهم كلهم وبيفتح الباب وبنكتشف انه رفض يقتل البنت وامها وبيخليهم يركبوا عربية ويهربوا بسرعة من البيت وبيتكون الشرطة برى قصرة شانج ومصورة كل اللي حصل وبيبعتوا الصور لمكتب جون وبيتصدم لما بيعرف ان روج اتقلب على رجالة شيرو وبيبقى مش فاهم هو تبع مين بالزبط وبعد يتفكير بيفهم ان روج بيلعب بيهم هما الاتنين عشان يوقعهم في بعض وان ما عندوش ولاق لحد فيهم وفي نفس الوقت بيوصل شيرو بالطيارة الخاصة بتاعته الامريكا ودي بتكون اول مرة ليه خارج اليابان وبتستقبلوا بنته في القصر الجديد بتاعهم وسألها عن اللحسنة وقالت له ان روج صمم انه يسلمهم بنفسه وبيطلب منها انها ترجع اليابان عشان تشرف على مصالحهم هناك وهو هيقعد فترة في امريكا عشان يخلص شغلهم اللي هنا لانه مش هيكون وثق في حد تاني غيرها تشرف على مصالحه وبعدها بيدخل جون وبقي فريق المحققين عليهم وهم بيتكلموا وتكلم مع جون وعرفوا ان من ثلاث سنين في واحد اسمه روج دخل على صاحبه توم ومراته وبنته وقتلهم وروج كان ساعتها بيشتغل لحسابه ورد عليه شيرو بسخرية وقال له روج ده مجرد اشاعة وما فيش حد موجود في العالم اسمه كده اصلا وطلع جون ملف فيه صور روج وهو بيقتل رجالة شيرو وبينقذ بنتة شانجو ومراته فبيتصدم شيرو من اللي بيشوفه وبيصمم برضو انه ما يعرفش مين الراجل اللي في الصور وبيهدده جون انه لو عرف ان ليه دخل باللي حصل لتوم وعيلته مش هيسمح له يرجع اليابان تاني وبعد يومين بيروح روج لشيرو عشان يسلمه اللي حسنة وبيستقبله شيرو استقبال جميل وبيفضل يقوله اخيرا قابلت اكتر راجل مخلص عندي برا اليابان وفاهمه ان كيرا بنته استمتعت بالشغل معاه في امريكا جدا وجاب له شنطة طلب منه انه يفتحها ولما فتحها لقى فيها فلوس كتير وظرف فيه الصور وهو بيقتل رجالته وامر رجالته قبل ما يقتلوه انهم ياخدوه للمخزن ويفضلوا يعزبوه لحد ما يعترف على مكان بنتة شانجو ومراته وحاول شيرو يتأكد لو كان التمثال حقيقي واتصدم لما لقاه اتكسر وعرف ان روج خدعهم وبدله التمثال مزيف وساعتها روج بدأ يضرف في رجالة شيرو ودخل في قتال عنيف قدامهم ويدر يتغلب عليهم وبينزل شيرو عشان يطلب من روج يعترف بما كان التمثيل الحقيقي وما كان الام وبنتها لكن روج كان حطت قنبلة في المكتب بتاعه وضغط على الزرار والقنبلة انفجرت بس شيرو طلع من الانفجار عايش وبيدخل ساعتها مجموعة من رجالة شيرو على صوت الانفجار وبيصوب روج المسدس عليهم وبيقتلهم كلهم في ثواني وبعدها بيقف قدام شيرو وكل واحد منهم بيبسك سيف وبيدخلوا في قتال عنيف مع بعض وبتدور بينهم معركة شارسة وبيستغرب شيرو ان روج قرر يتقلب عليه بعد كل السنين دي لكن روج بيعرفوا انه من ثلاث سنين بعت روج الحقيقي علشان يقتل مراته وبنته ويخلص منه هو كمان وبنكتشف ان اللي مات من ثلاث سنين كان روج ويتوم عمل عمليات تجميل كتير وغير في صوته عشان يبقى شبه روج ويعرف يوصل لشيرو وينتقم لموت مراته وبنته وساعتها توم اتصدم لما شيرو قال له ان صاحب جون هو السبب في قتل مراته وبنته لانه كان بيشتغل مع شيرو وهو الوحيد اللي كان عارف مكان بيته من الجديد وبدأ توم يربط الاحداث ببعض وفهم ان جون هو اللي كان السبب في قتل عيلته وبيتبح شيرو وبياخد راسه معاه وبيمشي من المكان وفي نفس الوقت بيوصل صندوق جواهدية لامراتة شانج بيكون جواهد مسل الحصان الحقيقي فبتفرح جدا وبيوصل صندوق تاني الكيرة مكتوب فيه ابداء حياة جديدة ولما بتفتحه بتلاقي راسه ابوها فبتسرخ وبتفضل تعيط وبيتصل توم بجون وبيديله عنوانه عشان يقابله وبيروح جون يقابله واول ما بيشوفه بيدخل في قتل معاه وبيفضلوا يضربوا بعض بكل عنف لحد ما بيتعبوا هم من الاتنين وبيعودوا على الارض وبيقول له توم انت ايه اللي شير وعدك به كان يستحق حياة مراتي وبنتي وبيتصدم جون وبيفهم ان ده صديقه توم وقال له توم بص في عيني وهتعرف ان انا توم وساعتها جون سأله ليه رفض يقوله طول الفترة دي انه عايش وعرفه توم انه ما كانش يتصور ان صديقه الوحيد هو اللي ممكن يكون السبب فقتل امراته وبنته وساعتها جون فهمه انه ما كانش يعرف انهم هيبعطوا روج علشان يقتلوا وان كل اللي كان يعرفه انهم بس كان عاوزين ينتقموا منك ويعلموك الدرس عشان انت ضربت روج بالنار بس ما كنتش عرف انها هتوصل لمرحلة انهم يقتلوا عيلتك وفهموا انه حاول اكتر من مرة انه يوقف شغل مع شيره بس كل مرة كان بيهدده بمراته وابنه واتكلم مع توم واترجى يسمحه لكن توم رفض يسمحه وعرفه ان توم مات من 3 سنين ودلوقتي اسمه روج ووقف وصوب المسدس على جون لكن بيجي الليزر بتاع القناصة بتاعت زيميل جون على توم وبيقوم جون بسرعة علشان ينقذه لكن توم بيكون مصمم على قراره وبيضرب جون رصاصة وبيقتله في ساعتها وبيهرب بعدها من المكان وبياخد عربية جديدة وشنطة الفلوس اللي سرقها من شيره وبيقرر يختفي للأبد وانتها في البناء ويا رب يكون عجبكم واللي حبيب يتابعنا ويشوف بقية الافلام يشترك ويفعل الجرس وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية فيلم في المريخ بلس علشان هتلاقوا عليها افلام من الاخر جاية من المريخ عليك على طول هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن اشترك واسيب الباقي علينا